هذه المنطقة الهادئة كما تلقب تحولت إلى ساحة تنافس صاخبة بين قطبي الاقتصاد العالمية ولكبح التمدد الصيني في المحيط الهادئ رصدت الإدارة الأمريكية ميزانية ضخمة تخطت سبعة مليارات دولار لأعانة جزر مرشال وميكرونيزيا وبلاو ستوزع على مدى عشرين عاما وبمجيب التمويل ستحصل جزيرة ميكرونيزيا على نصيب الأسد بواقع ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دولار تليها مرشال بمليارين وثلاثمائة مليون دولار وأخيرا بلاو بنحو ثمانمائة وتسعين مليونا إجمالا قدمت واشنطن إعانات للمنطقة تجاوزت ملياري دولار بين عامي الفين وثمانية و الفين وعشرين في مقابل تعزيز بيكين ارتباطاتها بالدول والجزر هناك بمساعدات تخطت ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دولار في الفترة ذاتها وفق معهد لوي الأسترالية ومن مبدأ مزحمة بيكين ترفع واشنطن من وطيرة دعمها المالي بتلك الحزمة الأخيرة لكن هناك حالة من الضبابية حول تمرير التمويل المقترح في الكونغرس فالموازنة الأمريكية ذاتها تواجه استقطابا حادا بين الجمهوريين والديمقراطيين فيما عللت إدارة بايدن تمويلها الضخم لتلك الجزر تحديدا بقرب انتهاء الاتفاقيات الحالية ما قد يهدد المعاملة التفضيلية لواشنطن بما في ذلك حقوق إنشاء القواعد العسكرية في تلك المنطقة الاستراتيجية وقد تستغل الصين الفراغ الحاصل حينها لتوسع رقعة نفوذها في إطار صراع الهيمنة وإعادة تشكيل النظام الدولي تشكيل النظام الدولي